في إطار متابعتنا للشروحات الحصرية والمجانية الفيديو اليوم سوف نخصصه لمباراة المعادل العالي للتجارة وإدارة المقاولات بعد الدخول إلى توجيه نت بوان نت كما تلاحظون في الصورة هنا لدينا الباك مباراة المعادل العالي للتجارة وإدارة المقاولات لسكاو آخر أجل 25 مايي 2023 إذن هنا لدينا رابطين موضوعين إذن الموضوع الأول كما تلاحظون هو إجراء الترجيح وهو الذي سوف نطلع عليه هنا لدينا معلومات الانتقاء واشترح تسجيل ومطبيعة حال مجموعة معلومات الهامة المتعلقة بالدراسة والأفاق بسلك الإجازة بالنسبة لسكاو كما تلاحظون إذن هنا لدينا الجريدة الرسمية القرار المنظم لسلك الإجازة في تدبير مسبب المجموعة المعادل العالي للتجارة وإدارة المقاولات لسكاو للتوضيح هناك ديبلوم آخر وهو ديبلوم المعادل العالي للتجارة وإدارة المقاولات بكل من الرباط والدار الفيضاء وهذا ديبلوم فهو مفتوح لحملة باك بلس دو ومدة الدراسة به ثلاث سنوات بعد باك بلس دو ونقصد هنا طلبات الأقسام تحضيري الشعب العلمية وشعب الاقتصاد وكذلك طلبات الكليات باك بلس دو المباراة التي تهمون اليوم هي المباراة المتتوحة أمام حملت الباك كالوريا كما تعلمون وهذه المدرسة مدة الدراسة بها ثلاث سنوات هنا لدينا مجموعة من المعلومات ننصح بالتلاع عليها معدلة الانتقاء للسنوات السابقة إذن من خلال الجدول الذي أمامنا فالمعدلة تكون جد مرتفعة وللتوضح فهناك 75% للوطني و25% للجهوي سبب ارتفاع معدلة الانتقاء هو عدد المقاعد المخصصة بشكل نهائي فيتكون في حدود 66 مقاعد على الصعيد الوطني الأمر الذي يفسر من طبع الحال ارتفاع النقاط مثلا السنة الماضية 2022 معدلة الانتقاء بالنسبة للعلوم الرياضية كان هو 17.62 بالنسبة للشعب التقنية الكهرباء والميكانيك 17.31 بالنسبة للشعبات العلوم الفيزيائية معدلة الانتقاء كان هو 18.19 معدلة الليزباتي هو 17.01 معدلة العلوم الاقتصادية هو 18.06 ومعدلة العلوم التدبير المحاسباتي 18.21 في حين معدلة باك ميسيون باك أجنبي أو باك البعاتات هو 15.03 خلال السنة 2021 نفس الأمر المرض عن المعدلات المرتفعة إذن هذا من خلال أرشيف السنوات السابقة بالنسبة لمعدلات الانتقاء 2023 فلا يتم التعرف عليها الآن ولكن في وقت اللاحق بعد صدور نتائج البكالورية الدور العادية سوف يتم التعرف على اعتبات الانتقاء الخاصة بـ 2023 إذن هنا لدينا نموذج مباراة في وقت اللاحق مثل الترامي الذي نتم التقاؤهم إذن الذي يهمنا هنا هو الفيديو إذن سوف نعود إلى الموضوع الأول من أجل التطلاع على الشروط إذن هنا لدينا سلك الإجازة بعد الدخول على هذا الموضوع كما تلاحظون مباراة المعدل العالي تجارة وإدارة المقاولات التشجيلات تتمو فقط عبر الانترنت لحد الساعة ما بين 28 أبريل 2023 لغاية 25 ماي 2023 في وقت اللاحق التلاميذ الذين تم انتقاؤهم يعني بعد صدور نتائج البكالورية سوف يصدر المعاد يعني لوائح المدعوين للمباراة هؤلاء التلاميذ يقومون بأداء مصارف المباراة وكذلك السالمي في الترشيح الإلكتروني كما تلاحظون في هذا الجدول الذي أمامنا إذن في وقت اللاحق مصارف المباراة سوف تكون هي 500 درهم ترسل للحساب البنكي الذي أمامنا إذن هذه الأمور ليس الآن ولكن بعد صدور نتائج البكالورية وصدور لوائح المدعوين إذن خلاصة القول الذي يهمون اليوم هو فقط تسجيل عبر الانترنت يعني ما بين 28 أبريل إلى غاية 25 ماي هو العملية التي تهمون اليوم أما في وقت اللاحق فهذه الأمور سوف تكون بسبب فقط التلاميذ الذين تم انتقاؤهم إذن نضح هذه الأمور ندلنا للتساؤلات وحتى تكون الأمور واضحة بالنسبة لتلاميذتنا وطلبينه إذن الشروط مع العالة التجارة وإدارة المقاولة لتسلك الإجازة فالمباراة مفتوحة أمام تلاميذ سنة ثانية بكالوريا في الشعب العلمية أو شعب الاقتصاد وكذلك بالنسبة لحملات باق قديم 2022 أو 2021 أو 2021 السنة لغاية 31 ديسمبر 2023 كما تلاحظون من خلال هذه الشروط التي أمامنا إذن هنا مجموعة من الأمور مجموعة من التعليمات سوف نراها في موقع التسجيل كذلك هنا لدينا الانتحانات يعني والاختبارات كيفية تنظيم هناك رياضيات إنجليزية هناك تقافة عامة بالفرنسية إذن هذه الأمور من سبيل المباراة إذن الذي يهم هنا هو طريقة التسجيل إذن بعد الدخول إلى موقع التسجيل من خلال الرابط الذي تجدون في الأسفل إذن هنا لدينا مجموعة من التعليمات إذن الذي يهم هنا هو من هذا المكان من هذا الجانب نقوم بالضغط عليها نتمم تعليمات من أجل حماية المعطيات الشخصية من طبيعة الحال إذن نضغط على ثم تماري كما تلاحظون إذن هنا نقوم بمجموعة من التعليمات من نسبة طريقة التسجيل إذن ما يهم هنا هو أن رقم ما صار يعني المتكوين من حرف وتسعة أرقام فهو أهم يعني معلومة ومميسطته سوف يتيم متعرف على المعدل المحصل عليه من طرف يعني المترشح في وقت لاحق إذن يجب إدخال رقم ما صار صحيح ومتأكد منه من طبيعة لها إذن هنا لدينا كذلك يعني يجب أن تتوفر على صحيح على جيميل أو يهو إذن كما تلاحظون إذن لتأفتح هذه الصفحة إذن الأمور نعتقد واضحة نمر دولة كارت نسيونال إذن كما تلاحظون الرقم و بطاقة تعريف الوطنية بالنسبة للتلاميذ الذين ليس لهم رقم بطاقة تعريف الوطنية إذن يقومون بإدخال هذا الرقم 오�Ay 12 34 5 وبالنسبة للتلاميذ الذين رموهم بطاقة تعريف الوطنية مثلا G أو DA أو كما ترابون إذن نقوم بإدخال هنا رقم بطاقة تعريف الوطنية هنا نقوم بكتابة ليمايل مطبعات الحال المتخصص المتعلق بكم هنا عيادة كتابة المرة الثانية نوع الباك كالوريا ماهوكا باك ميسيون إذن نختار هنا باك ماهوكا مثل حالتنا باك علوم أو باك اقتصاد إذن حينما نقول باك علوم يعني علوم فيزيائية أو علوم أو باك شعب تقنية كهرباء أو ميكانيك أو باك علوم اقتصادية وتدبير منطبعنا نختار ما يناسب باك كالوريا انكوغ يعني باك 2023 أو بنسبة لباك قديم 2022 أو 2021 أو 2020 في حالة كان السن منطبع تحر أسغل من 21 سنة إذن ثم نتابع الصفحة الموالية سويفان إذن نقوم بكتابة المعلومات الإدانتية إذن لنان لبرينام الاسم العائلي والاسم شخصي بالفرنسية الجنس فمينا مسكونا إذن نختار نقوم بكتابة هنا طبيعة الحال هناك بعض دول يعني يمكن ترشيحوا لها كذلك الممعد إذن نحن الذي يومنا هو باك ماروكا كما تلاحظون نو الشير ثم لدغس العنوان كود بوستال طبيعة الحال خاص بالمدينة أو أقرب مدينة خاصة بإسماليكم فيل أو كومين يعني الجماعة أو المدينة طبيعة الحال المغرب ماروك إذن إلى غري ذلك إذن تليفون بورتافل رقم الهاتف يعني المحمول هنا رقم الهاتف يعني تابت إن كنتم تتوفرون عليه إذن نقوم بملء هذه المعلومات وبعد ذلك سوف نضغط على سويفون من أجلي المتابعة في المرحلة الموالية كما تلاحظون الإسدنتي تدو بير يعني الوالي وهنا الإسدنتي تدو لامار سوف نقوم بإتمام هذه المعلومات من حيث لنو لبقينم للميناء لأدرس لفيل بي تليفون portابل لما يلزم نضغط على انوائي كما تلاحظون إذن تأتي هذه الصفحة الجديد هذه السنة هو إضافة زر كما تلاحظون نضغط على كما تلاحظون ليتم طباعة هذا المطبوع الترشيح والاحتفاظ به لوقت لاحق ريتم ما تظهر نتائج الانتقاء الأولي إذن كما تلاحظون هذا هو المطبوع المطبوع في وفيه إذن يتم نحتفاظ بها ندب إلى الذي تم تسجيل به لنرى إذن هنا كما تلاحظون توجهنا الذي تم استعماله في التسجيل الإلكتروني إذن كما تلاحظون هذا هو يعني المائل كنفرمات دو كندداتور إذن لقليد الانتفكاشن التي تم اصول بها هنا أو كذلك التي يتم إيجادها هنا في مطبوع التسجيل الذي تم اطبعته إذن هذه الكلي هي التي سوف نقوم بمتابعتها من خلال موقع التسجيل كما تلاحظون ومضيف votre دوسيد كندداتور مثل التلاميذ votre كلي إذن نقوم بكتابتنا ثم الضغط على كما تلاحظون لتفتح هذه الصفحة إذن يتم تصحيح ما يمكن تصحيحه وبعد الانتهاء سويفون طبعا ثم تتقيق بعض المعطيات ثم 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 هنا من طبعا نصحيح ما يمكن تصحيحه كذلك ثم كما تلاحظون ومن طبعا المرة تانية نقوم بطبع في حال تصحيح نقوم بطبع المطبوع مرة تانية من مكان أم بخيمي وبذلك تنتهي عملية التسجيل فهي سهلة وبسيطة ونعود تلامي ديتنا بالتركيز فهذه الأمور من طبعا نحن في توجهنا نقدمها بالمجان وهي أمور سهلة لا تنسوا مشاركة الفيديو بين أصدقائكم مع تحيات فارق موقع توجهنات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته